سباح الخير ليلة لطيقة لو سهلا فيك سباح النور حلقة جديدة من باللبنانية رح نتطرق فيها لأسامة ديانا في شي مغضوم بديعنا وببلدنا وبسقفتنا انه والمحبين اكتر على كل حال اللي احتلونا على سنوات وسنوات وعبر التاريخ ومرة بعد مرة كل ما يجوا على مناطقنا يغيروا أسامة المناطق والضيع والمدن وبعد ما يفلوا نحن نرجع لأسامينا الأصلية وللمعاني الأصلية يعني فيه تعلق بما كان ما بجزورنا بجزورنا وأسامة مناطقنا خلينا نحكي ليش بعض الأسامة من وين جاية أنا عملت شغلة على اسم عائلتي واكتشفت من أي منطقة ومن شو بتعني الكلمة خلينا نبلش بأول شي مجموعة أسامة ديعي اللي بتبلش ببيت شي شو المعنى شو يعني بيت هون بأي معنى بيجي أنا كمانا على فكرة حطيت اسم عائلتك ضمن الإشياء ضمن الإشياء أول شي بنا نقول شو يعني بيت بيت مش معناتها بس منزل أو عدة منازل بيت كمانا بتعني أكتر شي وأهم شي هي مقام أو مركز أهم شي هي عائلة يعني نحنا لليوم بقلك انت بيت مين يعني قصدي انت من عائلة مين شوف كلمة بيت قدي بتعني كرمال هيك طبعا ما تنسى أنه لما كانوا مجموعات صغيرة يستقروا بمطاريح كل واحد اللي يخصص هذا المطرح لأله بيسمي باسم عائلته فكرمال هيك كان فيه بتلاقي كتير ضيعة بيت وغير بيت منلاقي ضيعة بي بي هي اختصار بيت بس هي زيتها يعني عكل حال كانت العائلة يعني ما كانوا يتجوزوا الأهل أو يتجوزوا الولاد ويترقوا البيت كانوا يعيشوا بنفس البيت يعني كمان في هذا الشيء العائلة كنت كبيرة العائلة كبيرة بالبيت نفسه طبعا أكيدا فمن بلش هيك بناخد أهم شيء مثلا عنا بيت ميري بيت ميري أول شيء هي ميري بتجي من مور مور يعني هو سيد وسيد إذا ملاحظ نحن بنقول مار شربي المار يعني كلمة مار بنطلقها على الديسين نعم بس هي بتعني سيد بالظبط فبيت ميري ميري هي جمع سيد يعني السياد أو الديسين أعتبر هلا على فكرة حتى بيت ميري فيه فيه ألعى دار الألعى فيه تمثال فيه للإله القديم الفينيئي مارقود اسمه مارقود يعني بمعنى باللغة القرامية بمعنى الرأس والفرح الرأس والفرح لحد ديت اليوم فيه كنيسة هوني كنيسة مارساسين كل ما يعملوا احتفال لهالديس مارساسين بيرقصه يمكن هايدي امتداد تتذكر كنا عم نحكي بحلقات سابقة عن الآله هالفينئية هيدا زيت الشيء استمر معنا بالمسيحية هؤلاء العادات اللي بقيت وتأقلمت مع الأديان ايه من تراثنا وحضارتنا يعني نعم شرل كتير مهمة في ليس تنزعج من هيدا الموضوع شو بدأ نعمل لا بالعكس أنا بقول لهم الدين المسيحي هو اختصر كل هالحضارات اللي مهمة بالشرق وحتى يعني متبنيها يعني هيدا غنى للدين المسيحي عنا بيت شباب لحظت شباب بس لأنه بالعربة حكينا هيدا كل مرة ما في سكون بأول الكلمة فبيحطوا فتحة بلس انه ما فهموا شو معناتها فتكروا شباب يعني هي بيت شباب يعني بيت الجيران شباب بالسرياني يعني جيران هلأ عنا بيت كوكو مش كوكو 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 يعني الكيك الكعك باللغة السريانية كمانا بيكون تبعي بيكون المطرح اللي كانوا يمكنوا هنيك كانوا يعملوا كيك كنال هاك سموه هاك عنا بيت رومين ليه عم نحكي عن رومين كتير فيه معاني ضيع في لبنان إلا علاقة بالأعالي لأنه ما تنسى أنه لبنان كتير فيه جبال فكنا كل منطقة عالية شوي بنسميه فبيت رومين المطرح العالي المرتفح عنا برمانة كمان حكينا هدي كل مرة عن الإله رمون أوكي برمانة يعني مطرح أو مقام الإله رمون عنا بكفية هلأ كيفا بسترياني بتعني الصخرة وعلى فكرة حتى بالإنجيل بطرس الرسول قال له المسيح أنت كيفا يعني ترجمتها هي كيفا كيفا معناتها صخرة بكفية مطرح لصخور بس لأنه إجت يا آخر شي بتصير الصخري وبكفية فعلا كلها صخور هلأ عنا كمان حكيفا تحورت على العرب صار فيها شوية أغلاط مثل عندك بتدين من قولها بيت الدين هي مش بيت الدين هي بتدين عندك بتدين بشوف وعندك بتدين اللقش بجزين يعني لأنه فيه ناس بتقول بتدين يعني بعدها بتقول بتدين بس هي بيت الدين كمان بتدين بتدين شو يعني بتدين بتدين أول شي يعني المقام مركز الحكم الـ 63 كان يطلع هونيك الأحكام يعني مثل فيك تقول محكمة فعربوها بعدين فهموها أنه بيت الدين هي لأ بتدين يعني كأنه محكمة عندك بتدين اللقش بجزين اللقش يعني لما الغلة أو الزرعة اللي بيطلع بكير أول الموسم عندنا بنشعي كمان البع عم نحكي هي يعني بات بسي عم نحكي الدين بكركة ايه بكركة كركة أول شي بسترياني كركة يعني الدفاتر بس ما بيقصدوا فيها الدفاتر هلأ اللي بيكتبوا فيهم تلميذ بيقصدوا فيها الأرشيف فما تنسى بكركة كانت مطرح للأرشيف مهم كتير يعني مكتب مهم كتير كان وهنا كانوا الأديرة يعني من الأماكن القليلة اللي بعد فيها أرشيف اللي كانت تكتب يعني ما كنت تلاقي وين ما كان كتبات ومعلومات عن شو عم بيصير حوالك صح صح عنا مثلا بحصاص مطرح البحث عنا بنشعاي حلوة كتير كلمة بنشعاي بنشعاي مطرح ما بيتجمعوا الناس باش يخبروا خبريات يعني بيتسيروا من هون بتجي كلمة بنشعاي عنا بزمار عفكرة مش يعني بيزمي رحكيناها هادي كل مرة يعني مطرح اللي بيغنوا بسترياني زمار يعني بيغني عنا بشرة الباقلنا لوحدة والشرة يعني هو البداية يمكن لأنه كانت هي بداية الجبل المقدس ونيك المنطقة تعتبر عنا بريتال بريتال بنسمع كتير بالاخبار شو يعني بريتال بريتال يعني تقليك صراحة فكرت بركك كلمة فرنسية وأوروبية مازبوط حتى أنا يعني في كتار قبل ما اتعمق بهالشي كنا نفكر هيك بريتال هي ساحة واسعة كتير بيتجمعوا فيها وبيعملوا تحالفات يعني مثل ما بعرف إذا فيك تسميها ساحة كلمة جذورها شو؟ النجمة هي بتجي من كلمة بريتو أوكي أوكي عطول عفكرة الأو يعني الألف بالسرياني بتنقرأ أو بس بالعرب بتنقرأ آه كرمال هيك بتصير بريتال بالألف أوكي أوكي عنا ضيعة كتير إذا لحظت كمان بتبلش كنت عم تسألني عنا كفر عنا خمسة وتمين ضيعة بتبلش كفر وبيت عفكرة كان عنا اللي حصيتون أنا ميتان ضيعة بتبلش بات وبا يعني شوف أديه كفر كمان اللي أنا أعطي شو يعني كفر أول شي كفر يعني ضيعة لحظت مش كفر كفر ساكن الكاف عطول في سكون بأول الكلمة كفر دبيان مظبوط كفر نون نون يعني سمك وكان عنا كمان الإله نون عنا كفر شوبة شوب حر هادي كمان كلمة سريانية عنا كفر بعل يعني الرب أو الإله أو السيد ضيعة السيد عنا كفر حباب يعني ضيعة الحريق عنا كفر بقع تعرفي ما بحفظة لقليك لازم قطرح السؤال بس في يعني كنت توقعت أنه بعض أسامل دي ما كانت مسكونة من هالقد زمان وجد يعني عمرة بركي خمسين سنة بركي مئة سنة وبرده أصلا أو أصل اسمها بل سريانة وكأنه كانوا مسكونين هي جبال كلا كانت مسكونة يعني ما كانت في منطقة تحولت أو انسكنت مجددا لا وانتبه حتى لو مجموعة كتير صغيرة بعدنا عم نقول عائلة هي العائلة بس كانت أكيد العائلة كبيرة مش متل هلا تسكن بمطرح دغري بتسميه يعني كيف بدي يكون ما حكينا على موضوع الأسماء كيف بدي يقنمي هالمطرح انتمي لقاله أو ينتمي لقاله بدي يسميه فمن هون اشت فكرة الأسماء لو كانوا عدد الأشخاص قلال عنا عين كمانا بلبنان في عنا كتير ضيعة أنا اللي حصيتهم ستين ضيعة بتبلش بعين شو يعني عين عين المي يعني يعني نبع المي عندك عين عار عار معناته غار باللغة السريانية عندك عين حور أو عين حور هايدي معناته العين البيضاء حتى بالقرآن بيقول لك عين حور يعني العين البيضاء يعني مي صافية بيضاء عندك عنجر عين لوحدة وغروغرو معناته المي اللي بتجري بسرعة كتير يعني هولي مناطق إذا اليوم ما فيها مي بالأكيد أنه بوقت ما كان فيه نبع أو مصدر مي مية بالمية مية بالمية عندك عين كفرة يعني عين الضيعة عندك عين طورة طور بالسريانية يعني جبل عين الجبل عندك دير عندنا كتير ضيعة بتبلش بدير عندنا واحدة وخمسين ضيعة بتبلش بدير هلا ما فينا أكيد نسكرونه منقول مثلا دير قوبل قوبل معناته مثل موتال خانز دير بس دير هو معناه دير دير مثل ما هو دير دير باللغة السريانية دير يعني دير كفيفان انتبه اسمها مثل ما هي كيفا لأن احنا بنعرف ضيعة الإديسين كفيفان هي اللي بيسجد واللي بينحني لأ الله كلمة كفيفان عنا دار كيفا كيفا حكينا عنا يعني الصخرة عنا كمان ضيعة بتبلش بمراح لحظت على طول في سكون بالأول مراح شو يعني مراح مراح هي أرض واسعة كانوا يربوا فيها المواشي أو دود الأز لأنه هذا اللي كانوا يعتمدوا عليه الشعب العالم العامة الشعب فعندك مراح ورطة مراح الكيوان مراح القلود رح ناخد وقفة سريعة ونرجع لنكمل بعض قسمة الديع بارك ضيعتكم شو أصلا وشو بتاعنا خليكن معنا رح ننهي فقرة باللبنان باسم مدن وديع لبنانية لابد نسألك عن بيروت لأنه في كتير في كتير معاني أو على الأقل اقتراحات لمعاني أوكي بيروت معناتها بيروتو يعني صنوبرة ولليوم في عنا حرش لصنوبر يعني هذا إثبات أنه بيروت كانت مطرح كله صنوبر عنا كم هنا كم شغلة حلوة مثلا عندك قرنة كلمة قرنة يعني أمة عندك قرنة حمرة وقرنة سودة هي مش الحمرة والسودة لأنه حمرة بالسرياني يعني الخمر مش معناتها اللون الأحمر وقرنة سودة هي سهدة سهدة يعني الشهدة مش معناتها سودة لأنه هي بيضة أصلا من القرنة فوقها يعني هيدا جبل الشهدة الشهدة المسيحيين عفكرة لأنه هيدا تسمية اجت من بعد الموارنة مقدمة كتير شهدة عنا هيك كمان ضيعة بتجي تصغير بالسرياني عطول التصغير هو واو نون يعني بنقول أميون تصغير أمية أرزون تصغير أرزة أرنون عرامون هيدا كله تصغير عرفت كيف؟ في عنا مثلا جونية مدينة جونية جونية معناتها خليج لليوم منقول خليج جونية يعني منها جمع بس عم نقول نفس الشي جونية جونية أيوة أيوة هلا عندك بدي أحكي عن طحوم لكن لكن أنا اكتشفت أنه أنا مني من طحوم بس بيقولوا أنه أصل العيلة طحومة من طحوم مفروض يالي هي بين الحدود يعني الشمال مظبوط هي حدود جبل لبنان من بعدها بيصير بيجي لشمال يعني طحوم تخوم بالسريانة صح تحوم يعني الحدود 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 الشمال تعلمنا شغلة كمان إذا بدك نحلة كلمة نحلة مش معناتها نحلة يعني جمع قودية وادي نحلة بالسريانة يعني وديانة عاكم الحال لمزيد من المعاني ولا مزيد من المعلومات حول أسامة عيالنا وأسامة مناطقنا تابعوا كل خميس فقرة باللبناني مع ليلة شكراً لوصولك معنا وله الفقرة نحن هذا كان نهارنا لليوم مرسي للمتابعة نشوفكم قريباً مرسي للمتابعة